السلام عليكم ازيكم يا سنة ثالثة انا زملتكم ايمان السيد عبدالغفار نائب مقرر اسرة نجاح بدون جاشة علاج طبيعي قبل ما نبدأ هنبدأ بالبسملة ونصلي على النامي وندعي لزملتنا شيماء السيد بالرحمة والمخفرة هي واموات المسلمين جميعا وندعي لأهل غزة وأهل السودان ولكل المقروبين من الأمة العربية والمسلمين النهاردة هنتكلم عن الستروك إفلويشن الستروك دي يعني هاخد عنها نظرة عامة قبل ما نبدأ الستروك دي حاجة امرجنسي يعني ايه امرجنسي؟ يعني انت لازم تكون دكتور شاطر قوي قوي عشان تتصرف بسرعة عشان تاخد خطوة بسرعة لان هي ليها حالتين ياما اسكيميك ياما هيمورج والحالتين بيؤدوا نفس الحاجة الموت لو احنا ما تصرفناش بسرعة جزء ده عشان كده انا قلت هي امرجنسي طيب انا لو دكتور مش فاهم لو انا دكتور مش شاطر يبنا مش هلحقها يبقى المريض هيموت مني فانا عشان اكون دكتور شاطر لازم اتعلام دكتور شاطر وبعد يكها اعمل انا لو بعرفهもの اعرفت طب انا جيت عمل معرفتش يبقى انا مش دكتور شاطر يبقى الدكتور الشاطر هو دكتور اعرف يعمل يعرم واداء اللي احنا هنانعلمهلك ان شاء الله في المحاضرة دي قل لك أن المستقرة حد腳 التي تحصل في الهرد ي mouse mauvais مرة واحدة زي ملهاش يعني ملهاش ملكة. انت مش متوقعها زي о مسلا زي الهارتة اتاكل انستيبول انجينا وانت الحاجات دي انت شغال فيها طول الترma مش محتاجني ان لانك لما كهالنوم بس الحاجات دي بتحصل بتروع طيب انت لازم تكون عارف الباص見يولوجي اللي اتغير في القلب اللي اتغير في الخلالة هو القلب اللي اتغير حواليه اللي قده للم diferente بتغير باصوا فيπ retaliيولوجيا يعني التغير او المرض اللي حصل في الحاجة الفيشيولوجية اللي موجودة حوالين القلبة او في الاغشيصة نفسها ادى ان انا هيحصل ليه كده اللي وصل المريض اللي هنا فانا هعمل ديجنوزيز وعمل ياما الاكيوت سيفير ازمة اكيوت سيفير ازمة انتو عارفينها طبعا من غير ما انا اتكلم عليها ولا كلمة اوكي والستروك وده شغلتنا النهاردة بازن الله طيب انا لسه لك كده كحاجة عامة اتكلة الاكيد نحن باهزن الله هتكلم إنترودكشن ابلوشن ابلوشن مناجiewنت اللي sake دكتور getting the doctor تعرف تُشتغل مع السوري مع multiples واываемل UNaghetti Strupulation انا استروك إبلوشن اند مناجمنت دي هي عبارة عن ايه الاستروك إبلوشن اند مناجمنت دي انت لازم تعمل رابطnings حضرتك لما جميج لامريض بسرعة تعمل رابطestar وفي الاسسيمنت الشباب تعمل ديجنوزي صحيっlerini س specifically طيب الاستروك هو انا هتدخل لازم اعمل انتربنشن ليه عشان اقلل البرين انجري اندي بروف بيشانت او تكعمل برين انجري يعني برين انجري حضرتك الاستروف دي انا ترك نيبرة حنعكتين ياما اسكيميك ياما هيمورج اسكيميك دي يعني مفيش بلات سبلاي واصل كويس للبرين فانت عندك البرين اتشو اللي موجودة تبدأ تتاكل يبدأ يحصل لها مشكلة تبدأ تشو ورا تشو ورا تشو تأثر على وزيفة ورا وزيفة ورا وزيفة فحضرتك خلاص حصل بالنسبة لك مشكلة طيب ياما يحصل حاجة هيمورج الهيمورج دي يحصل نزيف في المخ فنزيف في المخ فنزيف دم عمال يكتر دم عمال يكتر دم عمال يكتر عمال يضغط عطشه عمال يضغط عطشه عمال يضغط عطشه فهيعمل برضو سواء في حين او هنا انت محتاج ان انت تدخل بسرعة عشان البرين انجري اللي موجودة عندك انت هتحاول تتحكم فيها وتحصل طيب حضرتك اللي لما تشوفها تقول اه انا هنا دي بالنسبة لي دي ستروك انا دلوقتي عند ستروك يعني احديك مثال سهلي كده حلالة كنت صحي من النوم الصبح وعندك امتاعين حضرتك اصلا بتبقى صحي مش عارف اسمك ولا عارف انت مين ولا انت فين ولا اي الدنيا اللي حورك دي فهيبقى عندك صادن او منتل استيس يعني ايه حضرتك بتبق يعني زي كنا كنت صحي من النوم بعد الشر علينا كلنا يا رب يا رب كنا نبعد عن الدكاترا وشغلهم يعني يا رب من الناس كنا نبعد عن الدكاترا يعني مثلا انا بديك مجرد مثال وانت ساحي الصبح انت مش مركز فيه كونفيوشن انت مش مركز اصلا في حاجة المنتل استيس بتاعتك مش يستمش مجمع انت مين اصلا تمام وممكن فيه ناس بتسهل لم تشربش قهوة عصبح هتلاقي بتقولك انا عندي شو دوع بص ما اتكلم نشي حد ما اشرب في الجادة القهوة بتاعي يبس بيري هدك وزود انا انقص بس هما عندهم في الجادة القهوة هو الا موارد التاني ده بقى عنده نوع مش عارف هو هدك مرة واحدة يبقى هو صحي الاول حاجة هو مش عارف يجمع حاجة مش عارف جمع اسمه مش عارف جمع عنا فين مش عارف جمع ايه اللي بيحصل حوالي انا عندي سطوع مميد فجأة الناس الاك دلوقتي ان النامج اللي بيحصل في البرندة بيقصر على الخلايا انت عارف ان البرندة فيه مليون مركز الابصار والكلام والسمع والشم وكل حاجة دي كل حاجة هتبت تتأثر بالترتيب فانت اول حاجة هيحصل عنده هو مش مركز مع هدك فظيع الهدك هيوصل بعد كده انا مش شايف كويس بعد كده طب ايه علاقة الفاشل دروب النيرف اتضرب فيه حتة اتضربت في البرندة فضربتلي النيرف لما النيرف اتضرب اصل حصل لي في الفيس دروب وحصل لي كمان في الارم تمام؟ كمان يعني ايه هو مش عارف اتكلم مش عارف جمع كلمة عن بعض اللي هو يا فلان اسمك ايه انا كتب اتكلم انا اللي هو مش عارف يجمع فده اصلا كمان انا دلوقتي لما اجي اعمل كمان ايبالويشن اوجي اعمل عشان اعرف اللي وصل ليها هيكون دي من الحاجات اللي انا بتكلم مع المريض هتشوفه عارف اتكلم معي وعارف يجمع يبا انا مسلا هتديله مسلا زيرو الاستروق مش قوية مش عارف يجمع عارف يجمع نص ونص مسلا يبقى واحد مش عارف يجمع خلص يبا كزا فاهميني تمام ثانية مش اللي بيحصل ده ماشي مش هستش عالي حصل خير طيب طايم اس برين يعني ايه طايم اس برين انا لما اروحت بحست عن الجملة لقيت بيقول ايه هي حاجة مشهورة في الطب بتقول ان الهيومن نلبس تشو اس رابدلي لصت بص يعني ما بيصدق عارف اللي بيتلككلك انت بتيجي علي طب انا بقى مع السلامة انا دلوقتي بص مع نفسي كده هبدأ اعمل لصت لكل التشوز بتاعتي وكل ما انت بتيجي علي اكتر كل ما انا هبوص اكتر اللي هو يعني انت الستروك بروجلسف الستروك بتبقى في حالة بروجلسف ماشي طب ده انا هيعمل ايه ده هاي طايم بتاعي بقى انا لازم اتحكم في الطايم بتاع البرين ده فانا اعمل بنعيد ونزيد في نفس الكلام يبقى معنى كلمة طايم الله ما صدق على محمد طايم اس برين ان انت هعمى بيحذرك ان ان الستروك دي البروجلسف هي الحاجة بروجلسف هي عالطول ما هي شغالة هيصل عندك برين لص فانت البرين لص ده لازم انت كدكتور تعمل حالا وبعد كده تعمله سرابيوتك طايم يبقى اكتر كويكلي اكتر كويكلي ليه يا عام عشان تخلي اولوية عندك ان انت تعمل وتريتمينت فعشان الطايم اس برين انستروك مانجمينت تمام وكمان انت بتستخدم يطلعيز اللي هي حطاها بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي ترجمة اللي هي ترجمة اللي هي بقى هيا بصوا عبرها لكم هي دي بتقعد المريض قدامك انا عمتا ان حاولت اجيبها وحاولت افهمها لقيت ان هي بتتجدد كل سنة اقيمة بيجددوها وليها كزا طريقة وليها كزا حوار انت في غينة عنهم لان انا عارفها ان انت اصلا قاعد تسمع المحاضرة وانت مزنوق ياما سيبها الاخر اللحزة ياما انت تسمعها وترايح في الطريق فانت كده كده الحالة مدش ملة فانا نعطش راح تغالك مش هنخلص لنا ولا انت فاحنا هقولها لك بسرعة كده انت المريض دي حاجة سريعة انت بتقدر تستخدمها زيان انت مثلا بتخليه تقول له مثلا انت شايف ايدي دول كام مثلا بتخليه مثلا يتكلم بتخليه يحرك ايده بتخليه يحرك ايده ورجله من الاخر بتخليه يعمل عشان تشوف انت لما تحطي له ايدي الدول ده كان يقول لك رقم مش شايف يا دكتور مش شايف انت ايه اللي انت عمله دو ان الستروك عمله بتدرب مناطق في البرين خطيرة الفاشل دروب اصلا بالنسبة لك تمام ده انا كده دربت مناطقها خطيرة فاهميني؟ بإذن الله بإذن الله تكونوا فاهميني يعني تمام؟ طيب الدياجنوستيك افلويشن انا دلوقتي انت نفس الكلام اللي احنا نقوله او نفس المنظمة اللي هيا الناشرة للسيوت قالته انت هتقف على نيروليشكال ايجزاميليشن انت هتقف على نيروليشكال ايجزاميليشن معين وتبدأ تعمله عشان مثلا هتشوف مثلا الفوكال مثلا الكلام هل هو بيتكلم كويس ولا لأ هل هو عارف فتال اللي أصل أصلا ولا لأ الكونشنوست ان هو هو مركز معيك هو أصل واعي هو عارف انت مين اللي نسأله يا عامل انت عارف اسمك ايه؟ انت اسمك ايه فلان اسمك ايه بيشن اسمي مش عارف هو مش عارف الرده أصلا عكس بيشان تاني يقولك اه انا اسمي محمد اه لا انا اسمي ايمان تمام اه ولازم تاخد قبتين ادي ليه اه ديتيل مديكا الهيسوري ليه عشان الانستروك دي ممكن تكون صادر اه هيبتيك كده صادر انت بتكون شارفة ان فيه استروك جاية بس هي في حاجات قدت اليها زي مسلا حداك لو انت مسلا اه جيت انفجرت على كوباية شي وقت ولا كوباية قهوات في اللي قدامك هل انت ده بسبب حاجة لا ده جيب سبب ترقومات تو تتجيب سحب حاجات حصلت قبل كده خليتك دلوقتي تنفجر في اللي قدامك هي الانستروك كده جيت بسحب حاجات عندك مثلا الهيبعتنشر الهيبعتنشر كل شوية الدم يضغط على الانسجة الدم قصدي يضغط على الاعوية يضغط على الاعوية فالاعوية تيجي مرة واحدة هي حصلها رابط شر الاوعية خلاص جابت اخيرها الديابيت الديابيت تجيه قلائل فلما الانسجة قلائل فالانسلين مش عارف يدخل الشجر دهيه مش عارف يدخل للدون. فخلاص الانسرين قليل وفيه دايبيتس عندي. والشجر لسه في الدم. فيفضل يعلم في الدم. يفضل يعلم في الدم. يتخلي بلات بيزلز برضو. فحالة لا يرسلها لان الشجر اي حاجة بتعلم في الدم عن مصاد طبيعي بتبواصل دي. بتبواصل دنيا. دي بتسبب بعد كده ان بيحصل الارتري. بتقدي بعد كده ان يحصل في الارتري. الارتري ما يبقاش عارف ان هو وصل للدم اصلا. والسموكينج بقى انت خير عارف ان السموكينج بيبوص كل حاجة في الجسم. طيب. انا دلوقتي كل دي حاجات انا بعملها اللي هو ايه? انا جبته قعدته قدامي اه عم اسألته شوية اسئلة خلته يعمل شوية حاجات. اه خلته يتكلم عشان اشوف البوكة العاملة ازاي. اه بدأت اسأل عن عندك دايبيتس اه اقول اه ده ممكن يكون الدايبيتس هي السبب عندك هي برتنشن اه هي السبب. انا عمل اسأل على شوية حاجات. فين اللي يأكد لي? فين اللي حطي ايه دي? الانفنسكيشنز. اللي هما مين بقى? نان كنترست هيد سيتي. نان كنترست يعني ما فيه سبب. وانا بصراحة حاولت ابحث واعرف ليه ما عرفتش. بس انا يعني منطقية كده ان ده اصلا شخص جاي انت بيقول لك رابد افلويشن. فانت عيسان يقول لك رابد افلويشن يببا سيتي بسرعة. نان كنترست مشي صح ان سببها هو نان كنترست هيد سيتي وخلاص. عشان اشوف بس ان هو ما فيش هيمورج. يعني انا عايزة حاجات هي اسكيميك. هي اسكيميك ولا هيمورج. وانا الاسكيميك بتبها بسبب ان انا قفلت البلوت فيزلز. الهيمورج حصل. رابد شرب للبلوت فيزلز زي مسلا في الهايبرتينشن. تمام? يبقى ان انا كنترست هيد سيتي انا بس عشوف في هيمورج ولا لا. وطالبهم انت عارفيني ان سيتي بيتغير لو فيه نوع اي نوع من الانواع السوائل موجودة في الجسم. تمام? الامر اي وز دي فيوشن ويتد ام 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 ماجرينج. فور مور سينسيديف انا بحس عليها كتير جدا لقيت ان هي بتبقى في حاجة معينة في الدم تقريبا مورتينات او حاجة معينة الحاجة دي انا بتتبعها بالامر اي عشان اشوف لو انا عندي اكيوت اسكيميك ستروك يعني انا دلوقتي ان الارتريا اللي عندي تقفل خالص فانا اتبع عندي اكيوت اسكيميك ستروك او سيتي انجيو جرافي سيتي انجيو جرافي انجيو جرافي يعني انا هدخل جوا البلاد او الحاجة دي بالزبط يبقى كلمة انجيو جرافي هتوضيك تماما افلويت اندر لايينج باسكولر باسولوجي طيب عندك الكترو كارديو جرافي ده ليه عشان لو هشوفه عندي فيه ارتريا الفيبروليشن ارتريا الفيبروليشن هو مكنون عنده اصلا ارتريا الفيبروليشن هو مش عارف وهو ده اللي عمل له بلوكدج اصلا للبلاد سابلاي تمام او فيه اي نوع من انواع الكارديك الرسمية تمام? ان شاء الله كنت امام وتكونوا فاهمين مني طيب دلوقتي بقى احنا خلاصنا حضرتك دلوقتي عايز تعمل ايه? عايز تعمل ستروك مانجمينت اكيوت اسكيميك ستروك ايه بقى الموضوع ده? عندك اسكيميك وعندك هيموتش انا دلوقتي اسكيميك ان اسكيميك دي بسبب ان البلاد سابلاي مقفول الا هيقفله سرومبوزيس هوا مقفول بسرومبوزيس مش هيتقفله بحاجة غير كده طيب ممكن بالانترافينيس رومبوزيس انا دخلت شفت الانترافينيس رومبوزيس دي لقيت ان هما بيدخلوا بحاجة اسمها هي نفس الصورة دي بس هو نفس الصورة دي بزبط هو جهازه هوت هيدخلوهم بحاجة اسمها بلازمونوجين اكتيبيتور اسمه تيشو بلازمونوجين اكتيبيتور تي بي ايه? انا دخلت عمانسرش عنه وعرفت ان هو عبارة عن حاجة بتحول انزيم معين موجود في جسمك تمام? وبعد ما تحوله هو الانزيم ده هيساعد ان انا البلاد كنت تفتت تمام؟ فساعتها انا دخلته انترافينيس بالمنظر ده وهو راح داخل شغال على انزيم معين في جسمك فالانزيم المعين ده انت مش بزوطة ولكن انت تعرف اسمه انا بقول لك معلومات عايز بقى بص انت عايز تعرف علومات زيادة عشان في ناس وره امتحان مش مطالبة انها طول التارف مكنزم تمام؟ انت عايز تعرف علومات زيادة نفسك هتدخل على الجوجل وهتبحث هتلاقي فيه مقالات بالهبل بالهبل تكلمك عن الموضوع نعم احنا بصراحة مزنوئين وعندنا متحان كمان تلك تيئة يبقى انت عندك انترافينيس سرومبولايزيس تمام؟ انا هدخل جولفينيس لو فيها سرومبو هكسرها هكسرها ازاي ان انا هدخله مادة المادة دي بتحفز انزيم معين تمام؟ فلما تحفز الانزيم معين ده انا بالتالي الانزيم هيفكيلي هيعملي احلال للكلاج دي خلاص فانا حالة الموضوع وده هيعتبر جولد ستاندرد امتة؟ لو انت جبتهولي في وقت معين في الوقت المعين اول اربع ساعات ونصف جتلي اول اربع ساعات ونصف وعرفت ان هو عنده فينس سرومبوزيس هروح داخل لانترافينيس هتدينه البتاع دوت المشكلة تحلت وهيوصل دم للبرين وان شاء الله ما يكونش حصل دفكت كبير طيب جالي بعد كده هتلع بسبب ميكانيكل سرومبو اكتومي يعني ايه ميكانيكل سرومبو اكتومي؟ بص يا معا انا دخلت شوفتها على اليوتيوب لقيت ان هي شبهة تسليك البلع هي تسليك البلع هو دخل ببتاعها من عند رجل كده مصورة من عند رجل كده ورفقيه عموت موتوا مع كاميرا وراح داخل بصوا هنا ايه على فتال حاجاتي بيدخل في فيزلز تمام؟ بيبقى في فيزلز اللي هو عشان كده اسمه اندو فاسكولار تريتمنت تمام بيدخل في فيزلز في اللارج فيزلز بقى كبيرة بقى اللي فيها سرومبس كبيرة بقى واروح الدخلة زي سالو زاكني بفتالك بلاها بالضبط واروح دخلة ماشي 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 لحد ماوصل عند السرومبس واروح مجايا لفة حواليها حاجة واروح مكسراوها مفتفتها واخدها وطلع برا بس مفتفتها جور حاجة دي عشانها قرف اطلع منها من الارتري مش مفتفتها في الجسم مش جاين نحل لازمة نعمل الازمة اكبر وغالبا لكم من الاتنين موجود ليهم فيديوهات تحفة 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 عليوتيوب بصراحة انا شفتها بس انا ممكن شيفة احطهم عشان مش عشان الكوبي رايت فبقول لك الميكانيكال سرومبكتومي از انديكيتد فول سيليكتد باشنط ويز لارج فيزل اكيولوجين يعني ايه بقى يعني انت عندك لارج فيزل وصل للبرين انا افلاك زي الايه الانترنال كروتويت ارتري والميدل سريبل الارتري طيب ده هيجيلي امتى الطيب من راسي امتى ماكل ح امتى مدى 24 ساعة يعني انت لو حصل لمدة 24 ساعة عشان خالبالك هما اصلا فيزلز كبيرة فكل ما تبب كبيرة كل ما المدة بتاعت تبب كبيرة انما الفينس يعاني اصلا هو مش عافس الجاذبية ماز المدة تبب قصير لستة 4 ساعت ومص بس تمام احنا بتبصمك على فكرة طيب الاكيوت هامورجو ستروك ده انا دلوقتي هامورج في نزيف المخ نزيف المخ عمالي يضغط على الخلايا عمالي يضغط على الخلايا بسبب ان في بلد بزلز بقى كبيره صغير اي مهى يكون بقى طرشة طيب انا دلوقتي اعمل ايه لازم اخلي حالة دي في حالة بزلزيزيشن يعني يكون مستقر وهعمل كنترول كنترول بلد برشر مهانا دلوقتي لو زودت بلد بريشر عملها زوده 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 هيعمل رابط شر ويطلع تاني يعمل لي هيمونتش تاني لأ فانا هزبط بلد بريشر وكمان بريفنت هيموتوميكسبانشن ما انا لما زبط بلد بريشر مش هزود الدم من الرايح فوق اكتر فبالتالي مش هيبه فيه هيموتوميكسبانشن يعني مش هتروح بقى كمان نتشو اكتر فهو بقى الموضوع ايه بصوا بصراحة شفت لها فيديو خطير هو عمل ايه كان جايب كان جايب الاول من شخص عمل حاسة والحاسة دي نتجت ان هو بقى عنده هيموتوميكسبانشن طيب الهيموتوميكسبانشن يعمل ايه راح جايب دماغه وراح حاطت حاجة شبه ايه شبه كرتونة يعني شبه كرتونة على شكل الدماغ بالزبط عشان يخلي قدامه بس الحتة لفوق دي وراح فاتح فتح في دماغ شال العظم كام فيه تحتيه موز وحاجات من دي شال الفاتس وكم فيه موسلس شال الموسلس هو بيفتح من حتة معينة لحتة دي عريف ان هي فيها موسلس også ان هو مغازة يصول من عندي الحتة دي و بعد كده راح شال الموسلس وبعد كده راح عمل من ثلاثة إلى ربع اخرام والتلاتة الاربع اخرام دي بدأ اطلع الهيموريش فبدأ يصف الدم بدأ يصف الدم وبعد كده اتاكد ان ما عادش فيه اي هيموريش وما عادش فيه ضغط على التشو وراح قافل تاني وبدأ مخيط ده اللي انا شفته تمام فدي استيرجيكان انتربنشن اللي عملية اسمها هيماتومة ايفيكويشن يعني انا ببدأ اسحب الدم ببدأ ايفيكويشن يعني سحب يعني شفط كيف تصف scale يكون انا بحق البشة من المقدسة ايفيكووية والمخ على اروع الماء سمر تفكير بقى انها لازم اخلل لتبعه التبعيه ان هو المنتيل الارويه متكونش مقفوله يمنمن ان بريسنج وصيركل شيئة وتكون كويسه ولا تكون الكسوريشن لازم يكون الدم موصل في كل حتا اشوف الفيتل سايدس بتاعه ما فيش حاجة مقفوضة ان انا بقى ابدى اشوف الكارديو الكاردياك بقى لان اصلا ده مصيب اي حاجة في الكاردياك بقى هيبرتنشل ايريزميا اه كده كده دنيا ايه هتبوز مني عشان اشوف لو في اي حاجة في الكاردياك ابنورمالدس اقدر اتحكم فيها طيب بلد بريجر منجمت منج بلد بريجر اكوردنج استابلش جايدلين اه دلوقتي انا دلوقتي عندي البلد بريجر كده انا عارفين انه هو مفروض يكون مسلاً 820 طيب في حاجات معينة بقى في العمليات والحاجات بتكون الموضوع ده بتغير بيكون الموضوع بيتغير حيسب حالة البريجر للعديز فانت عند ال غياب هو هتباشي عليها فانا اجريسفacağız لانا اتقصر على بقى الجسم خلي الحاجة في المعقول خلي الحاجة في المعقول يبان انتا ماينفعش يبان انتا ماينفعش يجي تقول لي اهي كلУ منك ده زيت انا هكتقصرن عليا الجسم مينفعش مينفعش اجي garde auxchemic stroke مسلا وواروح إيلي بس انا ابوSD بلاش بجد ماشي ماشي الرا هو بقى سيفيلي إليبادت من 22 إلى 120 انت دلوقتي هتقول لي ايه؟ يا دكتورة انت قلتي لي ان انت ده في بسم الله الرحمن الرحيم في الحيموريج ماشي هو في الحيموريج عشان ليهيماتومة طيب ما هو برضو الأكيوتس كيميك انا دلوقتي زودت البلد بريشر زودت البلد بريشر يعني دلوقتي الدم عايز يجري عايز يجري جوه الاوعية انت عندك سرومبوزز عندك حاجة مقفول هطاف قدامه هيحصل رابط شر برضو الدنيا هتبوز منك برضو يبقى هو كله بيفتح على بعض وانت بتحلم من هنا بالبوز من هنا بالبوز حيث تانية غير بريل فانت لازم تكون معتمد على حاجة معينة ساكندري بريفنشن بقى يعني الحاجة اللي انت تعملها تاني انشيت ساكندري بريفنشن مجر ويدوز ريسك أوف ريكراند استروك حضرتين انا حاليات الاستروك والمريض والحاليات زي الفول والفكرة اغلبية بتكون اغلب مرضة الاستروك يعني اللي انا شفتهم في حياتي لو ما حصلش بريفنشن كويس فعلا بيحصل لهم وريكراندس بيبقى موت فعلا يعني موضوع بيكون صاد يموت ممكن يكون قاعدين بيشتغلوا ويسحوا الصبح يتعبوا يموتوا وسبحان الله ربنا اللي بيسبب الاسباب بس دي حقيقة يعني فبيقولك ايه هيبدأ بقى ياخد ادوية الادوية ايه الانتي بلتلت سيربي انتي بلتلت يعني انا همنع ان هي البلتلت تتجمع مع معضها فيبدأ اللي الكلوت مفيش كلوت تاني زي يمين زي الاسبرين وبصوا بقى ده في الاسكيميك ستروك ده في الاسكيميك ستروك وعشان ما تكونيش السرومبوزز تمام؟ طب بص بقى انا بسمكتها بسموكة بحاجة شمسك علي احنا دي اسمه كلوبي دوغرل تمام؟ كلوبي دوغرل ده انا في كلمة دوغ تمام؟ كلوبي دوغ دي الكلب اسمه دوغ واحنا هندي الكلب اسبيريشن هنديله الاسبرين عشان ايه مايحصلش فيه اي نوع من انواع الجلطات انا فشلة في البصمجة شوية بس انا حاولي دي ايه الانتيجوجياليشن سيروبي دوت برضو مضد للتجلط بس التجلط اللي بيجي بسبب مين الارتريال فيبريليشن او اي حاجة اسمها كاردو امبيوليك سورس كاردو امبيوليك سورس دي يا جماعة اللي هو امبوليزن او سرومبوزز او اي حاجة بحاجات دي بتجيب بسبب الارت فانا هديله انتيجوجياليشن سيروبي انتيجوجياليشن سيروبي ان انا همنع به تجلط الدم اخلي في سيولة زي مين زي الوافرين زي الدايريكت او اورال انتيجوجي اكلت تمام الليستين سيروبي الليستين سيروبي ده بيقلي الكوليسترول يا جماعة فمش هيبه فيه عندي اسروسكلروسيس فبالتالي مش هيحصل عندي برضو ان الاوعية وقت اتقفل ايه ده احنا خلصنا خلصنا خلصت خلصت لكم اتنين وعشرين ديئة بس انا عرفت ان انا سرحت لكم ويا رب تستفادوا ويا رب ان شاء الله تعرفوا تشغليني على تاني من ان انا حسنا قد بتكلم بسرعة اولا ان شاء الله تشوفكم سنة جاية بخير وانتوا معنا في نجاح ان شاء الله كلنا بزاعة بعض اشتركوا في القناة